من واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد خالد خيري خالد ماذا على طاولة الرئيسين من ملفات؟ نعم حذم في الواقع العديد من الملفات المؤثرة والمهمة على طاولة المفاوضات بين الرئيسين السيسي وترامب عندما يلتقيان بعد أربع ساعات ونصف من الآن بالأمس مبدئيا التقى الرئيس السيسي في مقر إقامتي في بلير هاوس في واشنطن مع وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو وناقش العلاقات الثنائية وعدد من الملفات المهمة التي ستتم مناقشتها اليوم داخل البيت الأبيض وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف السوري والملف الليبي وأيضا العلاقات الثنائية فيما يتعلق بدعمها في مجال مكافحة الإرهاب مكتب الرئيس السيسي المتحدث الصحفي قال إنها زيارة مهمة وهي القمة السادسة بين الرئيسين ترامب والسيسي والزيارة الثانية للرئيس السيسي إلى البيت الأبيض في واشنطن ومن ثم هناك آمال معقودة على أن تضع هذه القمة حلولا لعدد كثير من القضايا خاصة وأن القيادة السياسية المصرية تؤكد دائما أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد بالحفاظ على الدولة الوطنية سواء في ليبيا وفي سوريا ومن ثم التعاون والتنسيق بعد إقامة هذه الدولة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف نعم خالد كيف رصد وتناول الإعلام الأمريكي من ناحية والسياسة الأمريكية من ناحية أخرى هذه الزيارة المهمة لدولة كمصر في الشرق الأوسط بالطبع حازم الولايات المتحدة والإعلام الأمريكي يولي لمصر أهمية خاصة نظرا لثقلها الإقليمي والدولي الإعلام الأمريكي المراقبون الأمريكيون ينظرون إلى أن الزيارة تأتي في وقت صعب ومؤثر وحساس على الصعيد الإقليمي والدولي وأيضا هنا في الولايات المتحدة على الصعيد الداخلي حيث هناك أزمات يتعرض إليها الرئيس سرامب ومن هنا الرئيس سرامب يريد إنجاز أي نجاح له على الصعيد الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالوضع في سوريا والقضية الفلسطينية الرئيس الأمريكي يريد الاستماع للقيادة السياسية المصرية لرؤيتها المستقبلية لحل هذه القضايا تعلم أن الرئيس السيسي أتى بعد قمتين الأولى في شرم الشيخ الأوروبية العربية والأخرى قمة تونس ومن ثم هو يؤكد للإدارة الأمريكية أنه في القضية الفلسطينية فأنه لا حل إلا بعودة الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أيضا فيما يتعلق بسوريا الرئيس السيسي كما علمنا سيؤكد على أن الحل السياسي هو الأهم الآن من أجل بناء الدولة الوطنية السورية والحفاظ على الكيان السوري إذن هناك أهمية قصوى توليها واشنطن والإعلام الأمريكي هنا وكثير من المشرعين تحدثوا حتى عن شخصية الرئيس السيسي في وضع لبنات السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التنصيق مع القدوة والزعماء العرب أشكرك كجزيل الشكر مراسل الغد كنت معنا من واشنطن خالد خيري